حضرت هيئة الصحة العامة في بريطانيا اليوم من أن تفشي مرض الحصبة في وسط انجلترا قد ينتشر إلى مدن وبلدات أخرى ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لزيارة الإقبال على طلاق اللقاح وعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة حالة الطوارئ الوطنية مما يشير إلى تزايد المخاطر على صحة العامة وكالت هيئة الصحة في بريطانيا أن هناك 216 حالة مؤكدة و103 حالات محتملة في ويست ميدلانس منذ الأول من أكتوبر من العام الماضي وأغلب هذه الإصابات لأطفال تقل أعمارهم عن عشر سنوات وقالت الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي أنه مع انخفاض معدل طلاق اللقاح في بعض المجتمعات تزداد خطورة تفشي الفيروس في مدن وبلدات أخرى نرحب بسيديو الحصاد بسيد عمار الخميسي البحث في علوم الأوبية أهلا بك يا سيد عمار بداية هل نستطيع اعتبار الحصب بأنها فيروس وطرق الانتقال لهذا الفيروس إن كان فيروس مساء الخير وتحياتي لكم الحقيقة هو فيروس شديد العدوى بسرعة انتشارة عالية جدا إذا انتشار في مدينة معينة منطقة معينة مدرسة معينة يصاب تقريبا 90% من المخالطين للشخص الناقل العدوى هذا وهو فيروس تقديم مجديد عالميا نسبة الوفيات بين 200 إلى 250 ألف شخص على مستوى العالم كل سنة معظمهم من الأطفال طرق انتشارة هو ينتشر عن طريق الرذاذ الشخص عن طريق السؤال الأعطاس أو الكلام ينتقل عن طريق الرذاذ ويبقى بالهواء تقريبا مدة ساعة واحدة بعد ذلك يتساقط على الأسطح يبقى على الأسطح تقريبا بين 6 إلى 7 ساعات فإذا شخص ما أخذ عن طريق الرذاذ من شخص قريب إلى ممكن ملامسة هذه الأسطح وينتقل طبعا عن طريق الفم الأنف والعين هو الحقيقة خطر جدا وشديد العدوى بنفس الوقت طيب دكتور عماري هنا لابد أن توضح لنا هل لقاح الميزلز أو الحصبة هو مدرج ضمن اللقاحات عادة التي تأخذ في بريطانيا ومع ذلك تم تفشي هذا الفيروس أم لا فقط في دول الشرق الأوسط يتم أخذه الحقيقة اللقاح هو الحل اللقاح هو الحل الوحيد المناسب جدا للتخلص من مرض الحصبة أو فيروس الحصبة في المملكة المتحدة يوصى بإعطاء اللقاح للأطفال توصية ولكن ليس إجباري كذلك الولايات المتحدة الأمريكية كذلك دول الاتحاد الأوروبي كندا وإستراليا ووصى ولكنه غير إجباري للأسف الشديد كثير من الناس آخر خمس سنين عشر سنين بدأوا يبتعدون عن أخذ اللقاح الحصبة كذلك ممكن البالغين أيضا إذا هو ما أخذ اللقاح سابقا أو عنده إصابة سابقة من الحصبة مثل آني أنا لم أخذ اللقاح ولكن أنا طفل نصابيت بالحصبة إصابة شديدة صار عندي مناعة كاملة للأسف إذا حدث نقص في مناعة جسم الإنسان وهو بالغ أيضا عليه التوجه باشرة لأخذ اللقاح بالنسبة للأطفال الرضع اللي هم ولدوا لأمهات مأخذات اللقاح ملقحات تكون عدهم مناعة من الفيروس أول ستة أشهر ولكن بعد ستة أشهر العمر 18 شهر يأخذ الجرعة الأولى وتقريبا أربع سنين يأخذ الجرعة الثانية دكتور أيضا هناك لغة كثير بين والميزرس الجدر الماء والحصبة ما الفرق بينهما؟ هناك فرق واضح طبعا بالنسبة للحصبة أعراضها تختلف إلى حد ما عن جدر الماء أعراض الحصبة تبدي بحرارة حمى أول أيام خفيفة بعد تقريبا أربع خمسة أيام من هذه الحمى تزداد الحمى إلى أربعين وواحد أربعين درجة يكون هناك سؤال بالبداية سؤال خفيف بعد ذلك سؤال شديد مستمر التهاب بالحلق التهاب بالعين سيلان بالأنف بعد ذلك تكون بقع بيضاء داخل الفم تميل للون الأزرق أو الأحمر بقع بيضاء تميل لون الأزرق أو الأحمر داخل الفم على الخدود من جوة من تحت وبعد ذلك بعد أربع خمسة أيام من هذه الأعراض تبدي هناك مسطحة تكون بقع مسطحة حمراء اللون بقع مسطحة حمراء اللون شام حمراء تبدي بالوجه وخلف الأذن بعد ذلك تتوجه إلى الأذرع بعد ذلك اللي منطقة الصدر البطن أو الظهر وبعدين ينتقل للساقين والقدمين أسوأ ما قد يذهب إليه هذا الفيروس هل نستطيع اعتباره بأنه قاتل؟ كثير من سيد عمار أخذ مثلاً أيام الدراسة لقاح الجدري والخصبة والكثير من الأهالي قد نسوا بالفعل إن كانوا قد طعموا أطفالهم أيام الدراسة أم لا؟ ما هو المطلوب؟ هل اللقاح الوحيد الذي نأخذه في أيام الدراسة عندما كنا صغاراً كفيل بعدم انتقال العدوى؟ أم ماذا؟ أم يجب أن تحدث إصابة حتى تحدث المناعة؟ الجزء الأول من سؤالك في بداية الفيروس الفيروس عموماً معظم الحالات تكون خفيفة إلى متوسطة ولكن ممكن تكون هناك مضاعفات تبدي بالقيء والإسهال مهمة جداً بعد ذلك يبدي مشاكل بالأذن بكتيريا التهابات بالأذن ممكن يطور الموضوع التهاب بالقصبة الهوائية لحد الآن يعتبر موضوع مسيطر عليه ولكن ممكن أن يكون التهاب الرئة التهاب الرئة يؤدي في بعض الأحيان إلى وفاة ممكن يكون التهاب الدماغ وهو الأخطر التهاب الدماغ ممكن يصير بعد أشهر من الإصابة ليس بوقت الإصابة ويؤدي إلى تلف الدماغ جزئي أو كلي يؤدي إلى الوفاة طبعاً أعراض مرض الحصبة تبدي بين 10 أيام إلى 14 يوم وتتطور تقريباً الشخص ممكن ينقل العدوى ينقل الفيروس خلال هذه المدة أربعة أيام قبل ظهور البقعة الحمراء المسطحة وبعد أربعة أيام من ظهور هذه البقعة فبالتالي هناك ثمانية تسعة أيام ممكن الفيروس ينتقل من إنسان المصاب إلى الإنسان السليم جزء الثاني من سؤالك اللقاح طبعاً ليست هناك علاجات خاصة بموضوع الحصبة وإنما العلاجات تبدي بمخفضات الحرارة السؤال ممكن استعمال حقنة تسمى بالغوليوم حقنة كوكتيل أجسام مضادة وطبعاً اللقاح اللقاح ممكن الشخص يأخذه بداية الإصابة ثلاثة أيام أربعة أيام من إصابته يأخذ اللقاح اللقاح هو الحل السحري للوقاية من الفيروس فأي شخص بالغ أو صغير بالأمور ما يتذكر متى أخذ اللقاح أو ما يتذكر إذا صاب في مرض الحصبة سابقاً علي التوجه وباشرة لأخذ اللقاح في الحالات اللي الأطفال ستة أشهر فما فوق في منطقة في بيت ما ما أخذين اللقاح بعد ستة أشهر ممكن يأخذون الجرعة الأولى وبعد أربع أسابيع من الجرعة الأولى يتوجهون لأخذ الجرعة الثانية مشكة الحصبة مع الأمهات الحوامل الحوامل غير ملقحات هي هاي الكارثة الحقيقة لأنه الأمرأة الحامل غير ملقحة تصاب بالحصبة يؤثر على الجنين بشكل كبير جداً يؤدي إلى ولادة مبكرة يؤدي إلى انخفاض وزن الجنين والوفاة لذلك الأمرأة الحامل في حالة إصابتها بمرض الحصبة تتوجه مباشرة لأخذ اللقاح ومتوفر في جميع الجرعة